أظهر الدراسة الإحصائية عدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني أن عدد شهداء انتفاضة القدس التي انطلقت في الأول من شهر أكتوبر لعام 2015 ارتفع ليصل إلى 114 شهيدا بمعدل اغتقاء شهيد كل 14 ساعة وبيّنت الدراسة أن عدد الشهداء من الأطفال بلغ 25 شهيدا بنسبة 22% كما ارتقت عسرة شهيدات بنسبة 8% فيما ارتقى حوالي 45 شهيدا دون العشرين بنسبة 40% من الشهداء وقالت الدراسة أنه بالرغم من تسليم 11 شهيدا كانت تحتجزهم إسرائيل إلا أنه بقي عند الجيش الإسرائيلي 47 من الشهداء كما أوضحت الدراسة أن شهر نوفمبر شهد اغتقاء 33 شهيدا بنسبة 32% من مجموع الشهداء وإشارت الدراسة إلى أن مدينة الخليل تصدرت المحافظات في عدد الشهداء حيث استشهد من المحافظة 37 شهيدا وحلت مدينة القدس ثانيا حيث استشهد منها 25 شهيدا فيما استشهد من محافظة القطاع 18 شهيدا وتوزع باقي الشهداء على محافظة الوطن فيما أثارت تصريحات وزيرة الخارجية السويدية مارجوت وولستروم التي انتقدت فيها تنفيذ الاحتلال الصهيوني عمليات أعدام ميدانية بحق الفلسطيني غضبا واسعا في الكيان الصهيوني وكانت وولستروم قالت خلال مناقشة في البرلمان السويدي الجمعة إن إسرائيل تنفذ عمليات أعدام ميدانية بحق الفلسطينيين خارج إطار القانون ودون أي محاكمة ورغم أن وولستروم أدانت عمليات الطعن وعطت قوات الاحتلال ما أسمته حق الدفاع عن نفسها وضمان أمنها إلا أنها قالت إنه في مثل هذه الحالات يجب أن لا تنفذ عمليات خارج نطاق المحاكمة والقضاء فالرد غير المناسب يرفع عدد الوفايات في صفوف الفلسطينيين أكثر منه في الجانب الآخر الصهيوني وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها وولستروم سياسات الاحتلال ضد الفلسطينيين حيث أثارت تصريحات لها الشهر الماضي في عقاب الهجمات في باريس غضب الكيان الصهيوني حين قالت في إطار تصريحات تلفزيونية لها إن هناك صلة بين الإرهاب والحالة البائسة للفلسطينيين